طيب احنا عندنا كده تراث في البيوت المصرية اكيد كلنا مرينا بمسألة الامتحانات دي وعارفين انه هالينا بيبقوا عندهم امال كبيرة في ولادهم ومنهم واطفال وعندهم كمان اعتقاد ان مسألة الامتحانات دي حياء او موت ومنقلين ده للاطفال بشكل كبير والحياة الموضوع صعب على طفل منه هو صغير انه يعيش القلق النفسي ده عشان يمتحاني التعليم اعتقد انه اشمل من كده ازاي نغير الموروثات دي ونخلي الامهات تتغيرها شوية اعتقد الموضوع تغير دلوقتي كتير الامهات دلوقتي ينبقوش كده قوي بس لسه لا ده بقى اكتر شوية تغيرها بقى اكتر شوية لا لا فيه كتير بيلتزم بمسائل التربية الاجابية اه يعني احنا مهمة جدا طبعا قبل ما نرفع الضغط عن الطلبة بنرفع الضغط عن اهليها لان دايما الاهالي هما اللي بيصدروا القلق للأولاد فاي حد بيسمعنا بقوله كده مبدئيا ابعد عن جروب الممز وابعد عن الصراخ وعن العويل لان كل ده بيقديش معك نتيجة ده بيصدر توطر لأولادك طاقة سلبية اه طبعا طاقة سلبية فحنحاول بقدر الامكان نبقى الوجه فيه بشاشة فيه تعامل مع الاولاد بالراحة بنوع من المواد ده ونوع من اللطف ده ما يمنعش الحزب يبقى فيه حزب من غير زعيق من غير شخط من غير نطر وكل واحد لازم يعرف ان كله ميسر لمخلق لها احنا بنكتهد مع اولادنا وبنعمل اللي علينا وبعد كده الباقي بتعربنا بمعنى ان حتى مش اي حد بيخش كلية قمة بينجح في الحياة يعني كلية القمة الحقيقية هي الكلية اللي انا بتفوق فيها اعتقد ان المصطلح ده يعني حتى المفروض ما بقناش نستخدم بالزبط ولا سيام ان حتى كليات القمة كل وقت وليه ادان يعني كان زمان من 100 سنة كلية الحقيقية كان كلية قمة كان لحد وقته قريب كان الطب والهندسة دلوقتي بقى كلية الصروة السماكية وازدكاء الاصطناعي الدنيا اختلفة اه طبعا الحاجات اللي هي التكنولوجي كل دي حاجات بقى كليات قمة فبناء انا عليه مضغطش على الولد عشان يطلع دكتور او يطلع مهندس يعني انا اسف على المقاطعة بس ازاي يعني هنا نخلي المفهوم السائد لدى الاسرة تحديدا ان فكرة انت من تصنع القمة بمكانك ورغبتك الحقيقية ونجاحك في الحاجة اللي انت بتعملها هو ده القمة الحقيقية صحيح انا عرف وزراء كانوا داخلين بقى دروس خدمة اجتماعية بقى وزراء بقى محافظين زي الدكتورات منها بعمارة على سبيل المثال يعني كان داخل الصنوية العامة بكام انها مشتغل على نفسه وعمل مجلسير وعمل دكتوراه بقى ذات منصب ما هو المقضاء دكتور عيني مش نتيجة الصنوية العامة هي المسألة انك بتربي شخصية كاملة شخصية قدرات مش بس تعليم صحيح بالزبط يعني حتى بالمناسبة يعني لقينا ان عملية الاسترجاع بتاعت المعلومة العقل البشر بيعمل عمليات عقلية لما يجي يعمل استرجاع للمعلومة ما بتبقاش قيمة على الحفظ والتلقين بس انما على الشخصية وعلى قدرتها على اتخاذ القرار وعلى قدرتها على التعامل مع الضغوط عشان ما يدخلش مرتبك فمهمة جدا اولياء الامور ما يصدروش التوتر ويصدروا القلق لأولادهم طب ازاي يحصل لهم تأهيل نفسي الحضرة مسأل صغير عشان ما يصدرش لأولادهم هقول لحضرتك مسأل حية هون مبارح كان فيه اختبار تانية سنوي فيه سيستم وقع في بعض المدارس الوزير طلع قرار ان اي طالب السيستم عنده وقع هياخد الدرجة النهائية يعني غاية المنتهى فيه بعد كده مفيش بعد كده اللي عاملين صراخ وعويل على الجروبات وعلى صفحات السوشال ميديا اللي اخدوا الدرجة النهائية طب انت عاوزين ايه تاني فبناء عليه تعامله مع المتغيرات عشان يبقى الولد عنده ثبات فعالي ويقدر يبقى عنده شخصية ده مهم ومهم الخلافات والصراعات بين الرجل ومراته وبين الرجل وطلقته يعني بشوف رجالة ما بيحلاش لها تنكيل بطلقاتها الا في وقت الاختبارات ويمنع النفقة ويدخلها المحاكم في وقت صعب جدا للاولاد هم اللي بيتفاعوا التمن فمهم قوي نوفر مناخ هادي للاولاد والاهم لما نيجي نقول للاولاد ذكروا ما نقارنش منهم من اقرنهم يعني ما نقولوش اختك ويا في اسمانية العامة كان بتقعد ذكر بالعشر ساعات او ابن عامة اشطر منك بص جاب كام لا انت عامة جايب الدرجة النهائية وانت ناقص كم درجة بالضبط بمناسبة التعامل مع المتغيرات يا دكتور ازاي نأهل الاهالي نفسهم للمتغيرات اللي موجودة لانا فيه فرق اجيال بطبيعة الحال فيه فرق اجيال فازاي نأهل الاهالي نفسهم للمتغيرات اللي موجودة سواء كانت المدارس التكنولوجية سواء كانت تغيير المناهج الدراسية اللي حصل فيه الوقت الحال عشان ما تكونش دي ورق الضغط دايما على ابنائهم يعني اثقوا في اولادكم كنا زمان بنقول ان اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة دلوقتي لا اصغر منك بيوم يعرف عنك بعشر سنين لانه قاعد متطور اولاد صغيرين بمسك الموبايل بيطلع منه وبشنات احنا ما نعرفهاش صحيح وينزل عليها ابليكيشن ونظم تعليم متطورة وحديثة مختلفة بقت متطورة وبقى فيه تابلت وبقى فيه قياس للإبداع وللابتكار مش لعمليات اللي هي التقليدية تعلم وليس تعليم بالضبط بقى اديوكيشن يعني بقى اديوكيشن صح فده موجود لازم الاهالي تعرف الكلام ده ولازم هي كمان تطور من نفسها ازاي مش طرق المذاكرة التقليدية ورقة زاكر ورقة وقلم وتعالى سمعلك وانت مش حافظ اطلاقا يعني نوع لابنك المصادر بتاعت التعلم عندك قنوات في التلفزيون مدرستنا واحد واثنين عندك منصات تعليمية عندك مكتبات إلكترونية عندك مكتبة للمعرفة دي استراتيجيات التعليم الجديدة الفهم ولا يصال حبز بالضبط كده هوت لان احنا حتى لو لقينا العقل البشر بيعمل 124 عملية عقلية أحقرهم وأدناهم الحفظ والتلقين والاسترجاع بيتشابه فيها الإنسان مع الحيوان تخيل يعني أنا كنت زمان وانا في البلد عندنا لما كنت روح العزبة والركوب اللي أنا راكبها السيبة ترجع لوحدنا حفظ الطريق حفظوا على استرجاع بالضبط إنما كلما الإنسان تقدم في ملكاته العقلية كلما كان أكتر ارتقاءا بقى عنده ابتكار بقى عنده إبداع بقى عنده ربط بالعلاقات والمتعلقات وبالمناسبة جميع الوظائف الجديدة دلوقتي اللي فيها فلوس كتير بتعتمد على الملكات دي فأنا لو أنا عاوز ابني يمسك فلوس بدري يجيب شقة ويركب عربية ويروح يفتح أحسن بيت أهله ووفره المناخ ده ما عدش أقاوم طب إحنا لو بنتكلم في أدوار الأم والأب وهيمتحن نعم كل واحد دوره إيه في فترة المتحانات الأم تهدى على نفسها متعودش تشتكي ما تتكلمش في التليفون حتى بحس عالي قدام ابنها ما تكتبش على الجروبات ما تعملش مناخ متوتر جوه البيت الأب ما يعملش مشاكل مع الأم مش مع الأولاد ومطلوب منه في الفترة دي تحديدا يزود مصروف الأولاد شوية الأكل اللي هو يبقى متنوع يعني لو أنا متحول أجيب طلبة دلوقتي كلهم ما يحبوك يا دكتور فكرة زيادة المصروف دي شوية أيوة شوية فاكرة يعني كان أهلنا زمان يدخلوا بالبطيخة كده دلوقتي بيش بقى بطيخ إنه منوع في الفاكرة في الأولاد في العصاير دي كلها حاجات مهمة جدا لأن بالمناسبة التغذية أثناء الاختبارات مهمة يعني أنا بشوف للأسف أولياء الأمور يجي أثناء الاختبارات يعمل أكل تيكاوي وأكل كده في السريع عشان ما عندوش وقت إن يعمل أكل لأ ده أهم وقت تعمل فيه أكل دلوقتي تبقى حريص إن ابنك بالنهار يشرف والأكل اللي هو بيحبه لأنه يمكن فيه طلبة كتير من التوتر ما بتقدرش تاكل أو أيام المذاكرة أو أيام الامتحانات بالزبط فلازم أنا نوع عن مصادر التغذية